طالب الأمين العام للإتحاد العام تونسي للشغل نوردين طبوبي بإجراء تعديل وزاري عاجل في ظل الارتباك الذي يشهده عمل الحكومة بحسب تعبيره وأكد طبوبي بأن الإتحاد يعارض المسار الذي تنتهجه السلطة مشددا في الوقت ذاته على عدم ترحيب الإتحاد بالعودة إلى مربع ما قبل الخامس والعشرين من يوليو الحكومة الحالية مرتبكة ولا بد من تعديل وزاري عاجل الاتحاد لا ينظر بعين الرضا لفلسفة الحكم الحالية الانتخابات المرتقبة بلا لون ولا طعم هكذا استغلت طبو بفرصة أحياء اغتيال القيادين نقبي فرحات حشاد ليبعث برسائل عدها المتابعون شديدة اللهجة إلى قرطاجي أسوة بالقصبة آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة فهموني لكان الدولة التنسية ما يشتحكي مع صندوق النقد الدولي على الخوس وعلى رفع الدعم وعلى تجميد الأجور ما لكيف يشتقبلهم صندوق النقد الدولي لم تقطع شعرة معاوية بعد بين الرئيس عيد ومنظمة الشغيلة هكذا يرى المسكون بخيوط التحليل السياسي لكن ملف أسلاح المؤسسات الحكومية ورفع الدعم قد يبقى صداعا يوارق رأس السلطة كالاتحاد أعتقد أن الرئيس وجه رأسية الواضحة في خصوص عدم التفويت في المؤسسات وكذلك في الحوار مع الاتحاد ولكن الاتحاد يطالب بخطوات ملموسة وخطوات عملية يطالب ربما بلقاءات على أعلى مستوى هذا ما ينقص المرحلة الحالية أعتقد أن حالة الشد والجاذب بين الحكومة والاتحاد ستتواصل وربما تتعمق إلى معركة ربما دخول إلى معركة اجتماعية العد التنازلي للموعد الانتخابي التشريعي ينطلق جبهة معارضة الانتخابات تتسع يوما بعد يوم بحسب متابعين لتبقى العنظار شخصة لتطورات لاحق من الأيام اجتماعيا وسياسيا إذن على طرفين قيذ يقف الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة لتتباين أراء المتابعين بين من يراهن على حل اللحظات الأخيرة ومن يتوقع اتساع الهوة أكثر فأكثر بلا المبروكة الحرة تونس هذا الموضوع مشاهدين كان محورا رئيسيا في حوار ضمن الحرة الليلة بين صحفي في جريدة الشعب التونسية والناطق باسم الاتحاد العام للشغل صبر الزغيدي والخبير القانوني ورئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري نتابع ما الذي سيغيره التعديل الحكومي إذا كانت المشكلة في الانفراد بالمسار؟ نساء الخير شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك الكريم نعلم جيدا موقف الاتحاد العام للتونسي للشغل من لحظة 25 جوليا السنة الفارتة كان داعما وكان مساندا ولكن في نفس الوقت قدم عديد المخاوف من مغبة المساس من الحرية العامة والفردية ومن مكاسب الثورة وحرية الصحافة وحرية العلام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبه في هذا الصدد قدم الاتحاد العام للتونسي للشغل مقترحاته وبدائله على كافة المستويات على مستوى إصلاح المنظومة السياسية على مستوى إصلاح المنظومة الانتخابية مقاومة الاقتصاد الرائعي. الاعتماد على الموارد الطبيعية لتونس. وعدم الذهاب للبحث عن الحلول السهلة. وخاصة في علاقة بصندوق النقد الدولي. للأسف الشديد. نرى خطابا معينا من رئيس الدولة. وهو يقول نحن مع العدالة الاجتماعية. نحن لا مجال للمس من منظومة الدعم. لا مجال للمس أو للتفويض في القطاع العام إلى القطاع الخاص. ولكن في نفس الوقت نرى لم يتم ترجمة ذلك على مستوى الواقع. بل نرى العكس من خلال حكومته. هو التي عينها. هو والهرول إلى صندوق النقد الدولي. الورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي. والتي لا نعلم أصلا ما هي مضامينها. أو الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي الأخير. لا نعرف حتى مضامينه. لذلك يطالب الاتحاد. أولا إذا كان هناك إرادة سياسية للإصلاح. يجب أن تكون بشكل تشاركي. لا يمكن الانفراد بالرأي. في عملية الإصلاح. لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. أو على الأقل نتائج حسب المأمول. الحكومة الآن. أدائها الآن ضعيف جدا. ويبدو أنها ليس لها في جعبتها أي برنامج أو أي سياسة أو أي رؤية للإصلاح. لنذهب لسيد حازم. سيد حازم جبهة المعارضين لرئيس التونسية تتسعى. كيف سيتعامل قصر قرطاج مع هذه الاعتراضات الجديدة؟ أعتقد أن جبهة المعارضة تتساعى قناعتي أن الاتعاد ليس حزبا سياسيا أو طرفا معارضا في تونس. بقدر ما هو صوت وطني حينما يرتفع أكيد بين الفينة والأخرى. أليست المعارضة أصوات وطنية أيضا؟ الاستماع والجلوس. قلت أن هناك أطراف تتخندق بشكل واضح في حزب الأخوان المسلمين حركة النهضة. لكن الاتحاد هو صوت وطني. ولازال أكيد موقف الطبوبي في مداخلته. ممكن أن نعتبر أنه موقف شخصي لأنه خفت صوته لمدة شهرين. لعل الملفات القانونية التي شغلته في هذه الفترة جعلته يصمت نوعا ما. حقيقة أما بالنسبة للاتحاد الشغل. نقول أن صوت الاتحاد الشغل يمثله عموم العمال. وبالتالي يجب على حكومة بودن أن تحدد بوصلة وخطة للحوار مع الاتحاد. وهو حوار شامل لرسم عالم حوار وطني شامل لحلحلة مشاكل الناس. وخاصة العمال. وخاصة أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. يصبوا في إطار المحافظة دائما على حقوق الناس وحقوق العمال بشكل واضح. ولعل رفض رئيس الجمهورية التفويت في المؤسسات العمومية. هو في سميم التباحث مع صندوق النقد الدولي. سيد صبري لماذا خفت صوت اتحاد الشغل في شهور الماضية؟ ومتى خفت صوت الاتحاد اللي عم توصل للشغل؟ يعني منذ رحلة 26 جمهورية تحدث عن الحريات العامة والفردية. تحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. النور الدين الطبوب هو الأمين العام للاتحاد اللي عم توصل للشغل. وما قاله اليوم هو يعبر على 800 ألف منخرط في المنظمة الشغيلة. ويعبر عن مؤسسات الاتحاد. الاتحاد ليس بوق دعاية لأي إن كان. وليس بوق دعاية لأي طرف سياسي. لا لحركة النهضة وجبهة الخلاص. ولا لقيس صعيد وأنصارة. ولا لأي كائن سياسي آخر. هي منظمة مستقلة تستمد مواقفها من قواعدها. وتستمد مواقفها من مؤسساتها وهيكلها. ما قاله اليوم نور الدين الطبوب هو الموقف الرسمي للمنظمة الشغيلة. لا مجال. لا مجال لكول رئيس الدولة ما قام به من وعود حول العدالة الاجتماعية. حول عدم التفويت في القطاع العام للقطاع الخاص. حول رفع منظومة الدعم. لا مجال للتراجع عنه. لماذا نفسر؟ كيف نفسر؟ قبول صندوق النقد الدولي بتقديم القرض 1.9 مليار دولار إلى حكومة بودن. دون أن تكون حكومة بودن وافقت على شروط صندوق النقد الدولي. وما هي هذه الشروط؟. أولا رفع الدعم بداية من 2022 إلى حدود 2026. ثانيا التفويت في القطاع العام إلى القطاع الخاص. ونتحدث اليوم حكومة بودن وضعت عيونها نحو مؤسستين. وكالة التبغ والوقيد وبنك الإسكان. تجميد الأجور. تجميد الانتدابات. الإصلاح الجبائي المنشود. هناك تناقض بين خطاب رئيس الدولة وبين ما تفعله اليوم حكومة بودن. لذلك نتساءل. هي صورة سريالية ومضحكة أصلا. وفيها استبلاه. من يحكم اليوم في تونس؟. هل رئيس الدولة أم بودن التي عينها رئيس الدولة؟. من له السلطات الواسعة؟. رئيس الدولة أم حكومة بودن؟. هذا ما يطلبه الاتحاد. الاتحاد يطلب أن يكون رئيس الدولة وفيا لما قاله في لحظة 25 جوليا أسنة الفارطة. لكن للأسف رئيس الدولة بداية من المسار إلى حدود سياغد الدستور. فالقانون الانتخاب الحالي. فالما يسمى بالأسلحات اليوم. اليوم في تونس هناك ارتفاع صاروخي في الأسعار. هناك ندرة أصلا للمواد الأساسية وموجودة في الشارع. ونراها بالعين المجردة. ومن خلال روبرتاجاتنا وتحقيقاتنا التي قمنا بها في الشارع. وكأنها مقدمة لرفع الدعم. ماذا يقول رئيس الدولة في ذلك؟. هل أنت حقيقة من تحكم أم لا الاتحاد العام تونسي لشغل؟. ومن زوية قناعاته بأنه يدافع. ليس عن منظوره فقط. بل يدافع عن كافة شعب تونس المفقر والمهمشة. بما فيها الطبق الوسطى. الطبق الوسطى الآن التي تتذرد شيئا في اتجاه مستويات الفقر. من يحكم تونس الآن سيد حزم؟. ليس المهم من يحكم تونس اليوم. ثابت أن الرئيس الدولة يمر بيقود تونس في مصار تصحيحي. من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية ذات 17 ديسمبر. الإشكال أن الاتحاد وهو طرف وطني يجب عليه. وهذا من باب النصح. وأنا لهم ناصح أمين بأن يغلبوا المصلحة الوطنية. وتونس تقطع طريقها نحو تشكيل بناء ديمقراطي في قادم الأيام. اليوم العالم يمر بأزمة اقتصادية وكبيرة. لكن هذه الانتخابات تحديدا انتقدها الأمين العام لاتحاد الشغل. واعتبر أنها بلا لون ولا طعم. والاتحاد غلب هذه المصلحة سابقا. وكان يؤيد هذه الخطوات. فما الذي حادث؟. هذا انتقاد شخصي. لا نعتقد أن الاتحاد حزب سياسي. ليقدم رؤيته بخصوص الانتخابات. أن الاتحاد هو طرف اجتماعي يدافع على منظوريه. وليس حزب سياسي يقدم رؤيته السياسية. اليوم تونس تمر بمخاذ ومسار تصحيحي. رد سريع بأن وقت هذه الفقرة انتهى. تفضل في أقل من نصف دقيقة لو سمحت. نعم. الرد سريع عن الاتحاد. سيد صبري سيرد سيد حزب. أريد الرد استاذ. تفضل سريعا. نتحدث عن منظمة وطنية. نتحدث عن منظمة وطنية. رفعت السلاح ضد الاستعمار الفرنسي. بنت الدولة الوطنية. التونسيات والتونسيون في ثورة 2011 خرجوا من مقراتها. قام قاد الحوار الوطني. وفاز بجائزة نوبا للسلام. أليست هذه السياسة؟. المنظمة الوطنية صحيح. ليست حزب سياسي يسعى إلى السلطة. ولكن منظمة وطنية تتحدث في السياسة. تتحدث في الاقتصاد. في الاجتماع. في البيئة أصلا. كان هذا هو الرد من سيد صبري أصغيدي. قدرها أن تتحدث عن الوطن. الصحفي بجريدة الشعب الناطقة. باسم الاتحاد العام للشغل. وشكرك ذلك للخبير القانوني. رئيس منتدى تونس. الحر حزم القصوري.